اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين عقب تراجع الحكومة البريطانية عن قرار خفض ضريبة الدخل انقسام في حزب المحافظين الحاكم بشأن خطة تراس الاقتصادية منظمة انكتاد العالم مهدد بركود اقتصادي خطير من جراء تحركات السياسة النقدية وفي النشرة ايضا مودعون يقتحمون اربعة مصارف في لبنان للمطالبة باموالهم اهلا بكم اعلنت الحكومة البريطانية تراجعها عن قرار خفض ضريبة الدخل على الاثرياء بعد ايام على موازنة اثارت فوضى في الاسواق المالية وانتقادات حزبية وشعبية نتيجة ارتفاع تكلفة الحياة المعاشية هذا التقرير لموسى سرور حكومة الاستراس تتراجع عن تخفض ضريبة الدخل عن الاغنياء تحت وطأة الدغوط الحزبية والشعبية تراجع يمثل تحولا كبيرا في خطة الحكومة الاقتصادية في انشاء اقتصاد منخفض الضرائب وعال النمو وجعل بريطانيا اكثر قدرة على المنافسة مع الاقتصادات الاخرى اود ان اكون صريحا اعلم ان الخطة بشأن تخفيض ضريبة الدخل احدثت بعض الاضطرابات لقد استمعنا اليكم سنركز الان على الجوانب الرئيسية للخطة الاقتصادية من اجل تحريك حزمة النمو الاقتصادي عدو لتراس عن قرار خفض الضريبة خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بررت بعدم تشتيت الانتباه رافضة الاعتراف بانه خطأ في السياسة المالية فيما يرى المراقبون ان التراجع هدفه تجنب اسقاط المقترح في البرلمان بعدما تواصل عدد من نواب حزبها مع المعارضة بغرض عدم تمريره وتتعرض رئيسة الوزراء لضغوط حزبية وشعبية اضافية رافضة لخطة تخفيض المساعدات الاجتماعية للبريطانيين في ظل ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة ما يحصل في بريطانيا من ازمات هو نتيجة الافكار والتوجهات التي يمثلها التيار اليمني في السلطة وهو المتسبب في هذا الانهيار الاقتصادي هذا التراجع الحكومي يمثل خطوة الى الخلف فضلا عن انه يعد ضعفا في الاداء الحكومي بعد مرور نحو شهر على تسلم تراس السلطة شهدت البلاد تخبطا اقتصاديا وفوضى في السوق المالي وانخفاض العملة الوطنية الى ادنى مستوياتها امام الدولار مما افقد حكومة المحافظين الثقة امام الرأي العام ومنح حزب العمال المعارض تقدما في استطلاعات الرأي بفارقي 25 نقطة فشلت حكومة تراس في اول اختبار سياسي لها بعدما تخلى بعض نواب حزبها عن دعم اصلاحاتها الاقتصادية لتحريك عجلة النمو في البلاد اصلاحات قد تزيد من الانقسام الحزبي وتطيح برئيسة الوزراء ولسيما اذا تبنت سياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية مسسرور لندن الميادين هذا وقد رحبت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بقرار رئيسة وزراء بريطانيا لسترس التخلي عن خطة خفض ضريبة الدخل على الاغنياء واعتبرت جورجيفا ان قرار بريطانيا بتخفيف الضغوط المحتملة على ايراداتها جيد ويأتي هذا الاعلان عقب اعلان وزير الغزانة البريطاني قرار الحكومة بالتراجع عن خفض الضرائب على الاثرياء معتبرا ان قرار الغاء معدل الضريبة بنسبة 45% مربك جدا حذر مكتب اسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا من ان البلاد تواجه خطرا كبيرا من جراء نقص الغاز هذا الشتاء حيث تم قطع جميع امدادات الغاز الاتية من روسيا الى اوروبا تقريبا ورغم ان بريطانيا تنتج كميات من الغاز الخاص بها بيد انها تستورد الجزء الاكبر كما ان لديها خطوط انابيب تمتد الى النرويج حيث تزود البلاد بكميات كبيرة من الغاز تستعد مجموعة السبع الى فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل النفط ومشتقاته وفق ما اعلن مساعد وزيرة الخزانة الامريكية لشؤون السياسة الاقتصادية بين هاريس واوضح ان العقوبات ستطبق على ثلاث مراحل وتدخل حيز التنفيذ في الخامس من كيلول اول ديسمبر المقبل وافاد هاريس بان قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس مدرجا في قائمة العقوبات الجديدة وكان رئيس الوزراء الروسي ميخايل ميشوستين قد وفق على مرسوم عقبي ضد شركة كاتارين الالمانية المتخصصة بتخزين الغاز تحت الارض وبموجب هذا المرسوم تعاقب هذه الشركة والمؤسسات التابعة لها بغرامات مالية واجراءات قانونية يذكر ان الاتفاق بين جاسبروم والشركة الالمانية يتيح لها تخزين الغاز الروسي على ان توزع منه يوميا 26 مليون متر مكعب غير ان روسا تقول ان الشركة الالمانية اخلت ببنود الاتفاق اعلنت سلسلات الفنادق الايطالية كارلولي اغلاق ابوابها نهائيا بسبب ارتفاع فواتير الطاقة ويأتي قرار اخفال سلسلة الفنادق عقب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء من 100 الف يورو شهريا في العام الماضي الى 500 الف يورو هذا العام الاقفال التام للفنادق سيكون يوم الاثنين المقبل فيما سيتم تسريح نحو 300 موظف ضمن برنامج دعم الدقل لهم وانفقت الحكومة الايطالية نحو 66 مليار يورو لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع اسعار الطاقة اعلن المستشار النمسوي كارل نيهامر ان بلاده تملك كميات كافية من الغاز لتلبية الطلب في موسم الشتاء وان خزناتها ممتلئة بالنسبة 80% وفي السياق افادت بكالة بلومبورغ بان النمسا تملك اكبر قدرة للتخزين بالمقارنة مع سائل الدول الاوروبية وهي تعادل حجم الطلب المحلي لمدة عام ولفتت الى انها نقطة مركزية لتقاطع انبيب الغاز حذر مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية انكتاد من اتجاه العالم نحو ركود وكساد مطول من جراء تحركات السياسة النغضية في الاقتصادات المتقدمة هذا التقرير لموسى عاصم جنف السياسات المالية لكبح التضخم في الدول المتقدمة ستؤدي الى خسائر مالية ضخمة لدى الدول الفقيرة بحسب تقرير لمنظمة الامم المتحدة للتنمية والتجارة التقرير يقول ان رفع الفائدة في الولايات المتحدة سيقلص الدخل المستقبلي للدول النامية بما يقدر بنحو ثلاثة الاف وستمائة مليار دولار هذا العام وان الجزء الاكبر من هذه الاموال ستخرج من الدول الفقيرة الى الدول الغنية ما يعني اننا امام معادلة معكوسة حيث تمول الدول الفقيرة ازمات الدول الغنية ما نراه هو نقل رأس المال من الدول النامية الى الدول المتقدمة وهو عكس المنطق السائد والسبب ان المستثمرين الذين يشعرون بالقلق حيال ما يحدث في سوق العمولات في الدول النامية يقومون بنقل اموالهم الى وجهات اكثر امانا اي الولايات المتحدة بالتحديد حيث الفائدة المرتفعة والدولار القوي السياسات المالية والنقلية في الاقتصادات المتقدمة تهدد بدفع العالم نحو ركود عالمي مطول يلحق اضرارا اسوأ من الازمة المالية للعام الفين وثمانية وصدمة كوفيد تسعة عشر نحن في قلب عصفة مثالية وقد نكون على حفة الركود الاقتصادي ومن المتوقع ان يتضاط النمو في عام الفين وثلاثة وعشرين الى اثنين بفاصل اثنين في المائة تاركاً الناتجة المحلية الاجمالية الحقيقي في اتجاه اقل من مستويات ما قبل الجائحة مع نقص تراكمي يزيد عن سبعة عشر تريليون دولار او ما يقرب من عشرين في المائة من الدخل العالمي ازمة اضافية ستنعكس على الدول النامية المضطرة للحصول على قروض بدولار قوي وفوائد عالية ما يعني ان هذه الدول ستستدين اكثر لتسديد خدمات الدين العام وليس للانفاق على الخدمات العامة كالتعليم والطبابة الأزمة الاقتصادية والتضخم في اوروبا ورفع الفائدة من قبل الولايات المتحدة سيكون له ماسل الكارثي في الدول الفقيرة التي ستخسر هذا العام فقط 3600 مليار دولار وسينخفض معدل النمو فيها الى اقل من 3% مصاعص من مقر الامم المتحدة في جينيف الميانين خفض موقع نيكي اسيا توقعاته لنمو اكبر خمس اقتصادات في جنوب شرق اسيا وهي اندونيسيا ماليزيا الفلبين سينغافورا وطايلاند بسبب المخوف من طباطع عالمي واسترتفاع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتوقع التقرير ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي للدول الخمسة بنسبة 4% بفاصل ثلاثة بحسب بحث اجره مركز اليابان للابحاث الاقتصادية الى لبنان حيث سجل سعر صرف الليرة امام الدولار مستوى قياسيا مرتفعا في السوق الموازية حيث بلغ 39.300 ليرة ووقعت اربعة اقتحامات متزاملة لمصارف في طرابلو الصور اشتورة والحازمية نفذها مواطنون احتجزت اموالهم المودعة بالدولار وارادوا استرجاعها بالقوة ويتكرر مشهد اقتحام المصارف في لبنان منذ اهب اغسطس الماضي بسبب امتناع المصارف عن اعطاء المودعين كامل اموالهم بالدولار نفى مدير التمويل في البنك المركزي التونسي عبد الكريم لسود ان تكون وكالة التصنيف الاعتمالية الامريكية موديز قد خفضت التصنيف السيادي لتونس واضاف ان موديز لم تخفض بعد التصنيف لتونس بل هو انذار للسلطات بالتخفيض خلال وقت قصير ان لم يتم التوصل الى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي واطلاق خطة الاصلحات سريعا وابرز بوليدها تعديل الاجور ورفع الدعم عن المواد الاساسية يسود القلق اوساط فقراء السودان من نتائج قرار برنامج الاغذية العالمي وقف تقديم الغذاء والوجبات لاطفال المدارس فيما حذر خبراء من خطورة القرار المتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد القرار سيؤدي الى مضاعفة معاناة اولياء الامور مع بدء العام الدراسي المتزامي مع ظروف قاسية والذي قد يدفع الكثير من الطلاب الى ترك مقاعد الدراسة والاتجاه الى العمل للحصول على لقمة العيش مع فقراء السودان نأتي الى ختام الاقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميدين دوت نت للمزيد الى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى